في إطار الاحتفاء بعيد الأضحى المبارك، وافق ضباط الارتباط الممثلون للأطراف في لجنة التنسيق العسكري على تثميت الهدنة الحالية من خلال تجديد التزامهم بوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه وتجميد الأنشطة العسكرية في الميدان. واتفقت الأطراف بحسب مكتب المبعوث الأممي أيضاً على العمل من خلال لجنة التنسيق العسكرية وغرفة التنسيق المشتركة من أجل تعزيز جهودهم الرامية إلى بناء الثقة والمساعدة في إيجاد بيئة مواتية للحوار وتحصين الوضع للمدنيين اليمنيين. كما واتفقت الأطراف على الاستمرار في النقاشات التي تركز على منع أو الحد قدر الإمكان من حركة القوات والمعدات العسكرية وسبل ممارسة السيطرة العملياتية الفعالة للتأكد من فهم جميع القوات للمسؤوليات المناطة بها في الهدنة والامتثال إليها. وأكد المبعوث الأممي هانز جرونبرغ خلال الاجتماع أن مكتبه يقف على كامل الاستعداد لدعم الأطراف في هذا الشأن بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الفنية وبناء القدرات وتيسير عملية اتخاذ القرار. من جانبه قال رئيس الفريق العسكري التابع للحكومة اللواء سمير الصبري إن الاجتماع الذي رعاه مكتب المبعوث الأممي في العاصمة الأردنية عمان اختتم بالاتفاق على تشكيل غرفة مراقبة للهدنة التي دخلت شهرها الرابع. وأوضح أن الاتفاق يشمل تشكيل لجنة فنية مشتركة لتجهيز وإعداد مقترحات حول آليات الرقابة الميدانية والتواصل إضافة إلى غرف لمراقبة ومتابعة تنفيذ بنود الهدنة وتثبيتها فيما يخص وقف إطلاق النار. وأشار الصبر إلى أن الاجتماعات أقرت أيضا متابعة ومراقبة الهدنة خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. ويأتي الاجتماع وهو الثالث من نوعه في ظل تعنت الميليشيات الحوثية واستمرارها بالتنصر عن التزاماتها المتعلقة بفتح طرقات تاعز المحاصرة ظلما منذ سبع سنوات.